اصرار على التغيير السياسي ورفض للعسكرة شعار الرفع المحتجون في ساحة الكرامة وسط محافظة السويدة جنوب سوريا في ظل اصرار على استمرار الحراك من اجل تحقيق تغيير طال انتظاره لدى السوريين حشود من المحتجين توافدت من مختلف بلدات وقرى المحافظة الى ساحة السير الكرامة وسط مدينة السويدة مرددين شعارات طالبت باسقاط الاسد مؤكدة ان الشعب السوري واحد وهو الشعر الاول للثورة السورية التي بدأت في ربيع عام 2011 ومرس نظام سوري كل اساليب القمعي لوئدها محتجوا السويدة وعبر لافتات الرفعة في ساحة التظاهر طالبوا بمحاكمة دولية لمحاسبة النظام على جراء استخدام غاز السارين والبراميل المتفجرة ضد الشعب السوري ورعاية لتجارة المخدرات كما واصلوا ازالة صور بشار الاسد بالقربي من مبنى المركز الاداعي والتلفزيوني في مدينة السويدة النظام السوري من جانبي هدد عبر عدد من المرتبطين باجهزته الامنية بسيارات مفخخة يمكن ان تضرب مدينة السويدة في حال سمرار الاحتجاجات التي بدأت بالمطالبة بتحسين الظروف المعيشية لكنها انتقلت بعد ذلك للمطالبة باسقاط النظام لاستحوذ بذلك الحراك الثوري في السويدة على اهتمام سوريين داخل البلاد وخارجها في دول الاختراب عبر وقفات مؤيدة لتظاهرات السويدة محتجوا السويدة عبر تظاهراتهم يؤكدون ان حراكهم اليوم يمثل لسان حال اغلب السوريين المطالبين برحيل الاسد عن السلطة وتحقيق انتقال سياسي ووضع سوري واجراء انتخابات وسط تعامل مزوج من النظام ما بين التهديد بوأد اي حراك شعبي صاخط على ما آلت اليه الاوضاع في سوريا وبين محاولات لوضع حلول سياسية من قبيل اعطاء هوا مشال السيطرة لبعض الفصائل المحلية في السويدة بالتنسيق مع النظام